أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء 137 بعثة ديبلوماسية مصرية في 121 دولة حول العالم من أعمال فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية وأوضحت الهيئة أن العملية الانتخابية شهدت أقبالا ملحوظا من قبل المواطنين في الخارج في ظل الضمانات والتسهيلات التي اعتمدتها الهيئة وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن السفارات والقنصليات المصرية قامت بإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وإثبات عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في الانتخابات وبإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك وإرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية في مضاريف مغلقة وبالتالي إرسال هذه المضاريف إلى الهيئة عن طريق وزارة الخارجية حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد عقب الانتهاء منه ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة